بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن المسلم خُلِق ليكون عبدًا لله كما قال جلَّذِكُ هو ما خلقت الجنَّة والإنس إلا ليعبدون ما أُريد منهم من رزقٍ وما أُريد أن يُطعمون ولذلك والعبادة كما يقول الشيخ الإسلام من تيم رحمه الله اسمه جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هي تحتوي أو تشمل جميع أحكام الإسلام بدءًا بالعقيدة وانتهاءً بكافة الأوامر والنواهي من الله عز وجل في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم والمسلم مخاطبٌ بأن يتعلم ما لا تصح عبادته إلا به كل مسلم يجب عليه أن يتعلم من العلم ما لا تصح عبادته إلا به سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها من أحكام الإسلام فيتعلم ذلك وليس المطلوب منه أن يحيط بكل صغيرة وكبيرة لذلك إذا فاته شيء وسوف يفوت العام من الشيء الكثير فهو مأمور بالتوجه لأهل العلم ليسألهم الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وأهل الذكر هم أهل العلم الذين ندبهم الله عز وجل ندب فرقة وطائفة من المسلمين لتعلم العلم الشرعي ليعلموه الناس ويتقفوهم وينذروهم ويفتوهم فيما يصحح عباداتهم ومن هنا فإن أطالب العلم عليه عبء ثقيل لأداء زكاة ما تعلمه وإرشاد هؤلاء السائلين بخاصة ونحن في مكة المكرمة بل وفي الحرم المكي تأتي إلينا كافة الأمم الإسلامية من كل حدب وصوب من كل فج عميق ليؤدوا هذه الشعيرة شعيرة الحج رقم الحج أو العمرة وإذا أتوا كثير منهم يمكن حتى الأبجديات يجهلها في حاجة إلى توجيه وتعليم وإرشاد في جميع المجالات وهي لا شك فرصة لنا ولهم لنا بأن نرشدهم وأن نفيدهم ونحظى بالأجر والثوى من الله عز وجل ولهم ليتعلموا ويتذقفوا ويحرسوا على أداء عباداتهم على الوجه المطلوب المرضي شرعا لأن العبادة كما تعلمون لا تصح إلا إذا كانت خالصة صوابا خالصة دنية خالصة لله عز وجل وصوابا موافقة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذي يتصدى لهذا الأمر يجب أن يكون مؤهلا لاتصدي للفتاوى في هذه المجالات والعلماء حينما تحدثوا عن الفتوى ذكروا من شروطها الإسلام والعدالة وذكروا أيضا من شروطها التحصيل العلمي وهل يشترط الاجتهاد أم يكفي التقليد الصحيح أنه يكفي التقليد يعني واشترطنا الاجتهاد للمجتهدون نزر والحاجات أوسع من ذلك بكثير لذلك قال ابن قيم في اكتفاء بالتقليد قال وهو الصحيح وقال ابن هبيرة كما في الإفساح حينما تحدث عن شرط الاجتهاد للقاضي قال أنه يكتفى بالتقليد ثم قال أن المقلدة سدوا ثغرا لا يمكن سده بدونهم يريد في مجالات الإفتاء والقضاء وما يتعلق بها مما يتعلق بحاجات الناس والشخص يحرص على تأهيل نفسه لأنه لا يمكن شخصا يتصدى بهذه الأمور العظام الكلام في العلم والحلال والحرام ونسبة ذلك للشر إلا لشخص تمكن فيه وحينما نقول يكتفى بالتقليد قال العلماء بشرط فقه النفس ومعنى فقه النفس هو الفهم الدقيق والعميق لمقاصد الكلام من غير معاناة بمعنى يكون عنده فهم وتصور للحكم الشرعي تصور فهم صحيح تصور أيضا للواقع الذي يستفتى فيها تصور صحيح وقدرة على تطبيق تنزيل هذا على هذا ومراعاة ظروف وأحوال كل قضية فإن الأحكام هي مبنية على التهيئة الطاهرة كما يقول إمام الشاطبي بمعنى أن الفقيح حينما يعد الحكم الفقهي يتصور تصور عام نظري ويحدد الأوصاف على ضوء الأدلة والعلل ثم يقرر الحكم ولكن هذا الحكم الذي يقرر هو له خاصيتان العموم والتجريد العموم بمعنى أنه خيئ ليكون يدخل في ما لا يتناهى من المسائل والتجريد أنه تنظيري ودور القاضي ودور المفتي وكذا القاضي إذا أراد أن يطبق دور المفتي إذا أراد أن استفتي في واقعه فإن هذا الحكم الذي يحدد للتطبيق يكون بدلاً من عمومه كأنه يخصه بهذه الواقع وبدلاً من تجريده صورة في الذهن فعله على هذه الواقع فجعله واقع حي يتحرك ويتفاعل مع الواقع ولذا ينبغي أن يتنبه المفتي أيضاً لظروف الواقع وأحوالها وما يُلم بها فإن كما يقول إمام السهيل فيما نقل عنه بن حجر فإن الحظر والإباحة صفات أحكام لا صفات أعيان وقال قبل ذلك لا يستحيل أن يحكم في الواقعة بحكم لهذا وحكم آخر لهذا وإنما المحظور أن يحكم في الواقعة الوحدة بحكمين متضادين ثم قال والحظر والإباحة صفات أحكام لا صفات أعيان صفات أحكام بمعنها مبنية على العموم والتجريد لأنها صفات عين على واقعة معينة التي الآن يتصدى لها الفقيه ويتصدى لها المفتي فإن هذا أيضا يحتاج إلى اجتهاد آخر في تحقيق المناطق من هنا عظم خطر الفتية لأن الفقيه المفتي يطبق كلام أهل العلم على الواقع المعينة وحينما يطبق ينبغي أن يلحب وبقوة ظروف وأحوال الواقع لأنه قد يتبدأ أحيانا في بادئ النظر أن هذه القضية تندرج تحت الحكم الفلاني بينما إذا محصها وقلبها ونظر في ظروفها المحيطة لها فإنه ينتقل منها إلى حكم آخر بل أحيانا أقول أنه ربما ترك هذا الحكم الذي تبدأ في بادئ النظر وطبق حكما آخر إما حكم شرعي لأنه لا يتدخل في هذا الحكم ويتدخل في حكم آخر وإما أن يكون الأولى أن يطبق على هذه الحالة القول المرجوح في المسأل وهنا دائم فيه اعتراض كيف يطبق الحكم المرجوح والحكم المرجوح أصلا مرجوح يعني ضعيف في مقابلة الأرجح ولكن الحق أن هذه القضية بظروفها وأحوالها لما أردنا أن نطبق عليها الحكم هذا اللي سمينها مرجوح في الابتداء لم يعد مرجوحا بل صار راجحا في هذه الواقع للظروف والأحوال التي ألمت بها وهذا هو ما نحتاجه مراعاة للواقعة لذلك أتكلم العلم أريد أن أقول أن أحيانا الفتوى يدخلها الاستثناء مثل غيرها ليست القواعد الفقهية كلنا درسناها قاعدة كذا ثم ويستثنى من هذه القاعدة كذا وكذا وكذا ليش؟ لأن هناك دليل أقوى جذبها تبدى في بادئ النظر أنها تدخل في هذه القاعدة الأئمة علماء الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وهو من أئمة هذه طلبة من علماء هذه البلاد سابقا قال أن مراعاة حاجات الناس والأحوال والأشخاص أمر عظيم فمن ضيعه فقد جنى على الشرع وعلى الناس أعظم جناية ما جنى على الناس بس جنى على الشرع حتى لابد من مراعاة حالات الاستثناء نتعرف للقول المرجوح العلماء قالوا أنه يجوز وكافة المذاهب تكلموا عنه كل المذاهب تأخذ بهذه مذاهب الأربعة ولكن القول المرجوح ليس أول شيء يكون هناك حاجة أو ضرورة تستدعي أن ننتقل من الراجح إلى المرجوح أمر الثاني أن لا يكون القول المرجوح ضعيفا أو شاذا مخالفا للدليل والأمر الثاني أيضا أن يكون الذي يطبق مؤهل في معرفة والتقدير الحاجات والضرورات والثالث أو الرابع أن يكون هذا استثناء لهذه الحالة ولا يكون على كل حالة لا هذه قضية لها ظروف وأحوال معالجة بهذه الطريقة من الأصول التي ذكرها الفقهة أن باب الد المفتي يراعيها ويتنبلها عند إيقاع الحكم على محله هذه نصول النظر في المعالات لأن تطبق فتوى انظر في المعال الذي سوف تقول إليه ضررا أو نفع اجتلابا للمصلحة أو دفعا للمفسدة وإذا رأيت حكمك ويخالف هذا فعرف أن التطبيق فيه إشكال حينما نتكلم عن المصلحة أو دفعا للمضرح ما شهد له الشرع بالاعتبار وليس مجرد التشحي وإعمال العقل في معارضة النصوص هذا لا حد يقول له حين نقول مثل هذا أنك مثل ما أشرنا منذ قليل مثل الآن في حالة استثناء فانتقلت ينبغي إذا كنت تنتقل إن تنتقل من دليل إلى دليل أقوى هو أولى بالتطبيق في هذه الواقعة لذلك ذكروا من مسالك ذلك سد الدرائع منع الحيال أيضا لماذا حر من نكاح التحليل؟ لأنه أدي إلى مفسدة وهو تحايل على حكم الشرع وهكذا يعني نكاح التحليل في صورة كامل الأركان والشروط ورضا لكن لما انخرم فيه أمر مهم وهو عدم قصد الاستدامة وإنما فقط لتحليلها لزوجها حضر وعرف إنه تحايل على حكم الشرع والتوصل إلى المحرم بأمر ظاهره الإباحة والجواز ولذلك يمنع من هذه الجهة هناك عدة أحاديث تؤيد هذا الاتجاه الذي قلته فيما يتعلق بالاستثناء عندك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة ولأن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على القواعد إبراهيم عندك حكم أصلي أن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعندك حكم استثناء أن اهتركه مراعاة لهذه الحال لحتى لا يوقع الناس الذين حدثا بالإسلام في شتنة والطراب أيضا ذكر بعلماء حديث البائل في المسجد جاء رجل وأخذ بالبول المسجد فزجره الصحابة الصاحب عليه من أسوه سلم نهاهم كان حاضرا قال دعوه حتى فرغ من بوله فدعا بذنوب من موصب عليه طحر ما أصابه ثم أتى لهذا الرجل الأعرابي ونصح قال إن هذا لا يصلح في المساجد فعندنا الحكم الأصلي هو الإنكار عليه طاشرة ليفعل منكر واللي انتقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يباشر هذا وإنما تركه حتى فرق قال العلماء أن مصلحة تأخير الأمر هنا أولى لماذا؟ لأنه لو قام فجأة حينما نهاه الصحابة ربما بدل تنجس بقعة تنجس عدة بقعة وقالوا أيضا كما يقول إمام الشاطبي ربما أصابه داء في نفسه في ارتجاع البول بفجأة ينسبب لهم مشاكل في الكيلة أو لا فلحظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المصالح وأرجع انتقل من حكم الفورية إلى حكم التأخير فعندك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الولاية قال يا أب ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مالا يتيم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ولاية القضاء لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة في الحج ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وقالوا الحكمة يعلم الكتاب والسنة وأيضا كفالة اليتيم قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين ومع ذلك خص أبا ذر بهذا الحكم بأنه لا يلي هذه الولاية لما رأى فيه رضي الله عنه من الصفات التي لا تمكنه من القيام بهذه المهمة فعندنا حكم أصلي وعندنا حكم استثنائه وهو الشاهد من إراد هذه الشواهد حتى يعني نلحظ ذلك في إفتاءاتنا ومن ذلك قالوا أيضا مراعاة من الأصول في هذا الباب مراعاة مقاصد الشرية وحكمة التشريع حين أن صره فيه الباس أو ترجيح أو حتى إذا دخلت هذه المصالح صارت أولى أن تنتقل إلى حكم آخر فالأقوال أحيان يمكن الإنسان يترك الحكم المنصوص عليه لاجتهاد عند الفقهاء وإما كما قلنا ينتقل إلى الحكم المرضوح بشروطه أو حتى هو يعمل موازنة إما زيادة وصف أو حذف وصف حتى يتطابق ويتلاءم مع الواقع ومما ذكروه مثلا في مراعاة مقاصة الشرع وحكمة التشريع حفظ المال وأن حفظه يجب مهما أمكن لذلك ذكر العلماء بحديث عباس في شات نيمون ألا أخذتم إهابها فدبقتهم وفانتفعتهم بيقالوا لأن في ذلك حفظا للمال مهما أمكن فإنه يحفظ كما يقول إمام الزركش هذا ينطبق مثلا على من بنى على أرض غيره خطأا بنى على أرض غيره خطأا نحن نقول صاحب الأرض في بادئ النظر أولى ولكن طيب هذا بنى عليها بنيان راح كما تعلمون الآن البنيان يعني نفقاته حيانا تربوا على فهل نقول اهدم البنيان معط الرجال أرضه كما يتقرر في بادئ النظر ولا نقول نشوف أنها موازنات تحفظ أطراف حقوق الطرفين وهذا المتعيد ولذلك ذكر الإمام بالرجب في القواعد وقال إن هذا ما نقول عن العمرين وعمر الخطاب أن الأرض يقوم بثمن أو بقيمة والبنيان يقوم بقيمة ونجعل الخيار لصاحب القرار أنت اختر يا صاحب القرار صاحب الأرض تبي البنيان اخذه بقيمته ما تبيه تنازع عن الأرض بقيمته وهذا فيه حفظ الحقين جميعا فيه توازن يعني وهذا المطلوب هو التوازن هذه أمور نهتم بها ونرعاها ومن ذلك مثلا العلماء قال قالوا الوسطية في الفتوى والحكم إما بالتخفيف إذا اقتضاه الحال أو التشديد إذا اقتضاه الحال والوسطية كما تعلمون هي ما جرى على الأدل هذا الوسطية فذلك جعلناكم أمة وسطة يعني عدولا خيار أخذوا بهدي الكتاب والسنة وتمسكوا به فنسير مع الشريح حيث ما سارت رخصا أو عزائم هذه الوسطية وقد يقتضي الأحيان التشديد في بعض الحالات وقالوا مثلا يعني مأثور عن ابن عباس جاء شخص استفتيحا قتل وهل له توبة قال لا توبة لك جاء آخر استفتيح التوبة قال نعم من يمنعك من ذلك فقيل لماذا فرقت بين سورة قال لا رأيت هذا جاء يتطاير الشرر من عينيه هاما بالقتل فغلط عليه حتى ينكف عن القتل والآخر جاء وقد فعل نادما فلا أريد أن أسد عليه باب رحمة الله عز وجل وتمكن بأسوى القنوط منه وهكذا مثلا في مجال التخفيف أنتم تعلمون تعرضوا الفتاوى فتاوى المسوسين هذا دائمي بك تشدد عليه ويمكن مرة أذكر مرة واحد حدث لقضية الطلاق ودرسها سماحت الشيخ وأفته بأن لا طلاق قل لا يتعلق المفتي إلا تقول أنت طلاقي صحيح لا أنا ما أقول طلاقي صحيح وأنتم تشوفونه ما حين في الصلاة وسوسون والنصيحة لهم تخفف عليه بسرعة مثلا ما تقول الله تقعد تبر وجب دعال يستفتاح هذا يتشتت ويتردد مرة كل شيء أقل أقل ما تقوم به الصلاة قل بها بسرعة وطلع حتى الوضو ما تقول ثلث هو بلاه من الثكرار اللي ذبحه فأنت هذا تقول له يلا بسرعة توضع على مرة ويلا بسرعة بس وعلى طول كبر وكل شيء أقل الواجب بسرعة وبيجيك الشيطان يقول لك صلاة قل لا تطيع ليه تسلم علشان تنقذ من الورطة اللي هو فيها وللوجة قلت لا وخلك علىها ياده وقلت سيده هو أسأل بلاه من أنه مسكين قاعدة بعضهم ويقعد في الحمام فيما يستفتون ساعة وساعتين وثلاث واربع وإذا يصلي يعيد الصلاة لا يدخل وقت الثانية إليه مثل هؤلاء يحتاجون إلى شيء من التخفيف والرعاية وهكذا هذا يعني والحرص على تعامل مع الناس والرفق بهم وأن يفتر إنسان فيما يعلم والذي يخفى عليه ما يدفعه لزميل آخر أو بإمكانه حتى يرفع الهاتف على زميله ويسأله ما حصل هذا وهذا ما نمكل أقول تعالي بكرة وابحث المسألة كل يعني أهم شيء لا نصدر إلا عن شيء صحيح ونجتهد بما تبرى به ذممنا والمسائل اللي لها الطابع العام والرسمي مثل الفتاة والطلاق أيضاً ما نتعرضها دائماً حتى اللي من خارج المملكة راجع دار الإفتة في بلدك اللي من المملكة رح شف في فرع للإفتة رح في مكة مثلاً حتى توحد يعني هذه المسائل هذا يفتي وهذا هذا نكاح وبكرة حامل ولد يعني أمور ترتب عليها أمور عظام هذا المسألة كلمه تطير خلاص لا ترتب عليها مسائل وحقوق وهذا ما يصلح هذا يحل الأمر الثاني فيه ضبط لأن بعض الناس على الأسف ما يتحرج من الفروج تلقى يطل إزماء شاء وكل ساعة يتأول ويجيب له فإذا ضبط لأن يكون خاصة طلقة الثالثة أن تكون خلاص عقوب ما تجي ثلاث سواندفع واحدة ولا هي الأخيرة فرحل دار رفتا عندهم ترتيب وتنظيم استمرات يعبيها واسموه بطاقته وصيغ الطلاق ويسجل في الكمبيوتر برقب بطاقته حتى لو جاء عقوب سنين جاء بطلقة ثالثة شغلها الأول المحفوظ وحتى لا يعبه وهذا مرتب حتى من وقت سمحت الشيخ عبد عزيز بن بازر الله يرحمه واستمر الأمر حتى الآن لأنه جاءه مرة شخص طلق ملأ الوثيقة الاستبان على وجه ثم لما شاف الفتوى مصلحة عود حرف في الكلام شوي وأفته الشيخ فتو بخلاف فتوى أفته به سابقا لما هذا سبقا جاءنا فتوى منكم في الموضوع نفسه قبل كذا سنة وعادها للشيخ الشيخ قال فتوى على ما ذكرنا سابقا ويحال المحكم لتعذيب النظير كذب في استفتاء هذه أمور أنا أيضا أود ندخل فيه نحول هالجه الرسمي حتى لو كان خارج البلاد لهم أحيانا يعني مذاهب هم في طلاق وضبط والطلاق وترتيب الطلاق وحتى أحيانا العادات في الكلام لها تأثير على الفتوى بليغة جدا فهو أدرى هل ديرته درابه مشايخ ديرته درابه فيها المسائل وهذا ما أردت بيانه وإضاحه صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والصداد وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا ويغفر لنا ولوالدين إنهم سنعوا مجيد أردت الله فيكم ونفقكم وأنا أقول سلامي معالي الشيخ عبد الرحمن ونائبه لكافة الزمل العاملين وأشكركم أيضا بانتاحة الفرصة لللقاء بالأخوان المشايخ وأحاضر معهم جزاكم الله خيرا على هذه المناشط الطيبة التي فيها دعم وإقامة أيضا دور مسجد الحرام وتثقيف وتوعية الذين يقومون بدور الإفتاة فإنهم هم الموقعون عن الله عز وجل ودورهم كبير وهو مهم مسألة عز وجل الطوفيق والسداد للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر